اشتركوا في القناة شو هو مفهومنا عن النجاح وشو في وراء القشور يلي خبيتنا عن عيون الناس تاني شي الفشل اليوم دراما عالمي وكل الناس بكل الدول على اختلاف المجتمعات على اختلاف الأديان كلنا عم نتعامل مع الفشل بطريقة وحدة وهي العام على سطح ما في عمق ما في شي عمي ما بدنا اي شي شدنا للعمق بدنا نطلع لفوق من دون ما يكون لنا اي جذور لتحت يعني بدنا نطلع لفوق بس ما بدنا جذور لتحت نتزاكع على كل شي لانه الزكا بنجحنا بوصلنا للنجاح نحنا منفكر انه بس الزكا هو هي اللي بوصلنا للنجاح فمنحاول دايما نكون ازكية ونبين ازكية ومنتملص من اخطائنا مننكر اخطائنا منطمر اخطائنا منقول الحق مش علي بس حتى نحس انه نحنا ناجحين بنتي فاجأتني مرة وقالتلي ماما مين قال انه الحياة لازم تكون عميئة وانه كل شي لازم يكون له معنى قلتلي اللي بيقول انه الحياة ما فيها تكون الا عميئة وجدية وقلها معنى انه كلنا عم نفتش عن شي نقصنا وكلنا حسين انه الفراغ جواتنا مش حولنا ايمتى الواحد مننا بيوصل لهيدي الحالي من الفشل الروحي والنفسي لما منتعلم من احنا وصغار انه بس الزكا بيوصل للنجاح ما في مجال للغلط الغلط عار وعيب ونقص ومرفوض فمنحاول نرتب باحتيال بزكا بتلاعب منحاول نرتب حياتنا بشكل ما حدا يشوف اغلاطنا وبشكل ما نعترف باغلاطنا وما نسامح نفسنا على اغلاطنا ومنحاول انه نكون مرات من ترتيباتنا انه نحاول نكون كاملين وكلنا منعرف انه محاولة الوصول للكمال دايما نبين انه نحنا ملاحقين على كل شي وكل شي ماشي وامورنا كده بخير محاولة الوصول للكمال هي اقصر طريق حتى نفقد حريتنا ونفقد صدقنا مع نفسنا ومع الناس لما منحزف من حقيقة الحياة المعاناة والاخطاء والمثابرة منكون عم نلغي اهم جزء من صورة الحياة ومنكون عم نلغي الاشياء الوحيدة يلي بتساعد الانسان انه ينمى وينضج ويسلك مع الله ومع الناس بتواضع ما حدا منا فوق المعاناة كلنا منعرف هيدا الشي وما حدا منا فوق الاغلاط كلنا منعرف هيدا الشي ولما منقبلهم لما منقبل المعاناة والاغلاط كجزء من انسانيتنا ومنحطهم بين ايدينا الرب بيصيروا يمكن مصدر النعم الوحيد بحياتنا حتى الله يرجع يشكلنا ويجددنا اخطاءنا معاناتنا ممكن يكونوا هني مصدر النعمي اللي من خلاله الله بيغير كل حياتنا وبيجددنا برسالة يحنى الاولى والاصحى الاول كلمة الله بتعلمنا ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا بكل زكينا ما فينا وبكل ادبنا وبكل اخلاصنا وبكل تقوانا ما فينا نتجنب الخطيئة والاخطاء مرات كتيري مش مرة مرات كتيري ما رح نقدر نصيب الهدف وهيدا هو معنى الخطيئة انه نحن مش قدرين نصيب الهدف ما رح نصيب الهدف بعلاقتنا مع الله مع اهلنا ما رح نصيب الهدف بعلاقتنا مع زوجي مع زوجتك مرات منحاول كل العمر انه نصيب الهدف نوصل للتفاهم ببيوتنا للسلام للتعاون لكن ما منوصل الا للفوضى واحيانا للدمار لما منحاول نطمر الاخطاء الخطايا بسبب الخوف بسبب الجهل بسبب العناد بسبب الكبرية وخليني اقول انه هيدا الخليط المزيج الخوف والجهل والكبرية والعناد يعني خليط مميت تركيبة مميتي لما منغرق فيها ومنحاول نتخبى فيها حتى ما نقدر نواجه اخطاءنا وخطيئنا وليه حتى نحافظ على صورتنا وحتى نهرب من القلم وما نتعامل مع الفشل وهيك منسكر الباب قدام تعاملات الروح القدس بحياتنا وما منعود نقدر نسمع لا صوت نفسنا الحقيقي ولا صوت تعبنا ولا منعود نقدر نسمع رغبة نفسنا الحقيقية انه نلاقي الحل شغلتين بيخلونا نتعامل مع حياتنا باستخفاف ونضل خايفين وهربنين من الفشل الألم شغلتين هنه الألم ولما رؤيتنا للحياة بتصير ضبابي لما بيصير فيه ألم كبير بالحياة وخسارة كتيري لما منحس انه عم نفشل بكل شيء ما عم نقدر نوصل للحل ما عم نقدر نغير ما عم نقدر نوصل لتفاهم منصير نتعامل مع حياتنا لما هيدا الألم بيكتر منتعامل مع حياتنا باستخفاف لأنه مش قادرين نوصل لحل مش قادرين نرتاح ومنتعامل مع حياتنا على السطح منعوم ما عم بدنا نفكر بعمق ما عم بدنا نحس بعمق لأنه كتر التفكير وكتر الإحساس بيواجعوا ومنضل كل حياتنا هربنين من هيدا الفشل بالتظاهر لأنه القلب حزين وحيد والسبب مش نقص الإشياء الحلوية بحياتنا السبب أنه ما عم نتعامل بعمق مع جذور مشاكلنا الكتاب المقدس بيعلمنا إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا الله أمين وعادل حتى يغفر خطيانا وضعفاتنا وسهواتنا وشهواتنا لما نحن منعترف فيهم نحن ما منغفر لبعضنا ونحن ما منغفر لنفسنا بسبب كبريائنا وخوفنا لكن لما منتعلم نفتح قلوبنا قدام الله بتواضع منصير نقبل ضعفات الناس وأخطاءهم مثل ما الله قبلنا وعطانا فرصة حتى نتغير داود نبي الله ورجل الكتاب المقدس بيقولنا حسب قلب الله وملك عظيم كلنا منعرف قال له للرب دربني في حقك وعلمني لأنك أنت إله خلاصي إياك انتظرت اليوم كله الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاط الطريق يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه داود قال له للرب علمني أنت إله صالح يا رب ولأنك صالح يا رب تعلم الخطاط الطريق لأنك صالح تعلم الخطاط الطريق ما فينا نضال نهرب من الأخطاء والخطايا والهفوات كل حياتنا لكن فينا نراجع حياتنا ماضينا ظروفنا لإشياء يلي شكلتنا ونراجع نفسنا بعم ونتحمل الألم يلي بيجيبه تأمل أخطائنا أو محاولة شفاءنا من أخطائنا نتحمل الألم ألم الشفاء وخليني أقول أنه طريق الشفاء وطريق التغيير طويلة ومؤلمة تبدأ بالصدق مع الله ومع نفسنا وبتوصلنا لازم توصلنا أنه نقدر نكون صادقين مع كل الناس ونقدر نعيش بسلام مع كل الناس ومع نفسنا مهما كانت ظروفنا مش بالضرورة أنه نقدر نعمل علاقات مع كل الناس لأن كان فينا نوصل للسلام مع كل الناس لما نوصل للسلام مع نفسنا بالمزمور نفسه داود قال عينايا دائما إلى الرب لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة حتى الأنبياء والسالكين مع الله إجروا رح توقع بالشبكة ما في أحمي نفسي من الأخطاء والخطايا وأهرب دايما لظاهر النجاح ما فينا نهرب من الألم وما فينا نهرب من المعاناة يلي بتجيب علينا أخطاءنا وأخطاء الآخرين والظروف يلي هي خارج سيطرتنا لكن الله من صلاح طبيعته بيعلمنا وبيتأنى علينا وبيدربنا الله بيدربنا بإرشادات الروح القدس الله بيدربنا بشفاعة المسيح بيحمينا وبيدربنا وبنور كلمة الإنجيل ومن دون نور كلمة الإنجيل شفاعة المسيح ما رح تقدر تعملنا شي كتير لأنه سلوكنا ما عم يتغير المسيح شفيعي لكن مش عم بدرس الكلمة مش عم بقراها مش عم بتعلمها مش عم بياخد سلوك جديد لنفسي فكري ما عم يتغير من الكلمة شفاعة المسيح وإرشاد الروح القدس رح يدلوا شي أنا عم بتمنى يصير بحياتي لكن ما عم بيصير لأنه نور كلمة الله ما عم بيغيرني نجاحنا الوحيد بالحياة هو أنه نوصل للمطرح يلي منعرف نرفض الشر ونختار الخير شي الثاني يلي بخلينا نعيش الحياة باستخفاف على السطح ونشعر دايما بالخيبة خليني أقول والفراغ والوحدي هو رؤيتنا المبهمة والمشوشة للحياة هيدا التشويش وهيدا الرؤية الضبابية المبهمية اللي ما مش قادر شوف حقيقة الأشياء لكن شايف الأوهام خليني أقول هيدا الضبابية للحياة بتجي من عدة أشياء بتجي من الانغماس أول شيء بأمور الحياة لدرجة أنه نحنا من غمسين بالحياة مش قادرين نشوف أي شيء حولنا رؤيتنا للحياة بتصير مبهمة وحياتنا مبهمة لما نحنا منركز اهتمامنا بس على نفسنا نفسنا وحياتنا ويلي بيهمني أنا بيصير هو محور محور كل حياتي ومحور الكون ومنصير نتعامل مع كل الناس بحياتنا وكأنهم اشياء من ملكها وظيفتهم أنه يسهروا على راحتنا وظيفتهم أنه يخدمونا وظيفتهم أنه يضحوا كرمالنا أنه يفهمونا أنه يسمعونا والتشويش بحياتنا بيجي كمان من تدهور حالتنا الأخلاقية مش بس من رؤيتنا الضبابية من تدهور حالتنا الأخلاقية لما منصير نلاقي مبرر لأخطاءنا من دون ما نتحمل مسئولية ومن دون ما يكون عندنا رغبة أنه نتغير ولما أخطاءنا ما بتعود تحزننا منصير نعمل الخطيئة وما عندنا شعور لا بالندم ولا بالحزن ولا رغبة بالتوبة لما منصير نقول للشر خير وللخير شر رؤيتنا الضبابية وهيدا الاستخفاف بالحياة بيجي كمان من التعب لما منتعب لدرجة ما بيعود عنا استعداد نوسق بأي شخص ما بيعود عنا استعداد نوسق أنه ممكن فيه إنسان يساعدنا أو فينا نأمن حدا على جروحنا ومشاكلنا وفيه فينا نلاقي حل الحل فيه احتمال كبير أنه نوصل رح أحكي اليوم عن احتياجات قلوبنا ونفسنا هيدا الاحتياجات رح أحكي عن بعض الاحتياجات ربما اليوم رح أتوقف عند واحد من احتياجاتنا لأنه الوقت يمكن ما رح يسمح أحكي عن الأربع احتياجات وكملهم بحلقة تانية هيدا الاحتياجات إذا ما تسددت رح نعيش كل حياتنا خايفين من الفشل رح نعيش حياة سطحية وفارغة رح نعيش مفصلين عن الناس معزولين مش قادرين نرتبط بحدا ولا حتى بأهم الأشخاص بحياتنا يلي بدنا نحبهم ما نعيش ما عنا قيمة لحياتنا وما عنا قيمة لحياة الناس أول احتياج رح أحكي عنه اليوم هو الاحتياج أنه حدا يسمعنا رح أحكي بعدين على احتياجنا أنه حدا يشجعنا احتياجنا أنه نشعر بالأمان وأحتياجنا أنه نشعر بالانتماء لكن خلينا اليوم نتوقف عند احتياجنا احتياج كل إنسان بكل عمر وينما كان ولا أي عمر كان أنه حدا يسمعنا طفل ناضج كهل كلنا محتاجين أنه حدا يسمعنا هيدا الاحتياج ما بيموت بالعالم العربي بامتياز خليني أقول ما حدا منا صوته مسموع حتى لما منحكي ما حدا بيسمع حدا المواطن مش مسموع من الحكومة والحكام الموظف مش مسموع من المدير تبعه المرأة مش مسموعة من الرجل المجتمع ما بيسمع هموم الفرد وطبعا الطفل هو آخر شخص وخليني نعتبره شي آخر شي مسموح أنه يكون عنده صوت الطفل ما عنده صوت كلنا وبيعتقد من دون استثناء وفيني يكون عندي ثقة كاملة يقول أنه كلنا تربينا ببيوت ما حدا سمعنا ربما أهلنا كانوا طيبين لكن كانوا مشغولين مضغوطين ما عندهم وقت يسمعونا وخلقوا فينا شعور أنه ما عندنا مساحة بهيد العائلة بهيد البيت ما عندنا مساحة وكأنه ما إلنا وجود ما في مجال أنه نعبر عن أفكارنا ما في مجال صدق ربما أهلنا ما كان عندهم وقت يسمعو أو عم يسمعو لكن مش موجودين مش حاضرين عاطفيا أفكارهم مشغولين بأشياء تانية معظم الأهل بيصير وظيفتهم خليني يقول كل الوقت أنه نيأدبو يعني بيسمعو حتى يأدبو وبيسمعو حتى يعطوا نصايح وبيسمعو حتى يحاسبوا الطفل لكن ما بنسمع ببساطة احتياجات الولد الحقيقية شو عم بيقول خلف الصريح خلف البكي خلف الكلمات شو عم بيقول شو أحسيسه شو رأيه أو شو معاناته الطفل بيعاني بصمت أهلنا ربما بالماضي حسسونا أنه عم يسمعوا أو خلونا نفكر أنه عم يسمعوا ونفس الشي نحن عم نتصرف مع أولادنا اليوم لكن فكرنا مشغول بمحل تاني ومنفكر أنه فينا الكبير بفكر أنه فيه يخدع الطفل يعني فيك تحكي كلمات وفيك تتطلع بعيونه وتكون تحسس أنه أنت عم تتواصل معه وعم تسمعه لكن قلبك مش معه الطفل بيلقى رادار القلب دايما بكرر هذا الشغل لأنه نحن كأطفال منلقى رادار قلب أهلنا ومنعرف أنه هني مش حاضرين لأنه منشعر أنه كل اللي بدون إياه أنه يخلصوا مننا خلص حكي خلص حكي ومشي روح العاب أو أوقات ما عنا أجوبة وما عنا وقت ما بدنا نفكر بالأجوبة وما بدنا ناخد وقت حتى نتعاطى مع الطفل بجدية أنه كائن جدي وأفكاره جدية ومرات ما نحضر أجوبة مصنعة يعني أجوبة بتعودنا نسمعها ومنعطيها للطفل أجوبة جاهزة لما منتربة بهيك عائلة ومنربة أولادنا بهذه الطريقة أحسيسنا وأحتياجاتنا ماء الهائمي ونفس الشي أولادنا بتصير أحسيس وأحتياجاتهم ماء الهائمي ما منعود نحكي يالي بقلبنا لما منتربة بعائلة ما نسمعنا ومنحنا وأطفال ما بعود عندنا جرأة نحكي يالي بقلبنا أو نصير نتعلم نحكي لكن نحكي بأمور سطحية أمور على الهامش لهكي ليل مننا عندهم الساقة أنه يفتحوا قلبهم لحدا ليل مننا عندهم الساقة أنه يقولوا أنا محتاج أو يقولوا أنا متألم أو أصعب شي نقولوا أنه أنا شاعر بالعار ما بيعود فينا نناقش لأمور أمور حياتنا الحقيقية بالعمق لأنه ما حدا علمنا بالماضي أنه يالي جواتنا إله قيمة ومهم وفينا نحكي فيه بصدق ومن دون خوف ومن دون إحراج كثير مننا لما بيحكوا كثير مننا لما بيحكوا بيصرخوا بيصرخوا صاريخ نسمع أميات بيصرخوا على أولادهم أزواج إذا يعني إذا بتحكيهم كلمتين تالت كلمة بتكون عندهم انفجار لا لأنه ما كانوا مسموعين هني وصغار ما حدا سمعوا هني وصغار بيصرخوا حتى حدا يسمعون لما بيبكوا فيه أشخاص بدنا كثير بيبكوا إذا بدنا نعبر عن مشاعرنا ما بنقدر نعبر إلا بالبيكي لأنه ما تعودنا أنه حدا يسمعنا أو يتحنن علينا فدايما منحس أنه ضحية ومننفجر بالبكي لأنه ما عنا سئة أنه حدا بيعني أمرنا فمنبكي ومنعرف نحكي كثير مننا هذه كلها من أثار كيف تأثر طريقة أنه ما حدا سمعنا على طريقة تخاطبنا وتعاملنا وتكلمنا مع بعضنا البعض كثير مننا بيستخدموا صمت كعقاب منعقب بعضنا بالصمت لأنه هيك أهلنا عقبونا ما ردوا علينا ما تطلعوا فينا سكتوا وما حكيونا وحسسونا أنه كلنا على بعضنا غلط بالصمت تابعهم ما تفتحت أمك ما تتنفس كم مرة منستعمل هذه الكلمات ما بدي نحنا منقول لأولادنا ما بدي اسمع حسك فهيدا الشي بيخنق صوت الولد جواته مش بس للحظة لكن للعمر كلنا عنا حاجة أنه حدا يسمعنا ولا بوقت من الأوقات رح نصير أكبر من هيدا الاحتياج رح يجي وقت وما بدنا حدا يسمعنا خليني يقول كمان كيف نتأثر بطريقة تعاملنا مع الآخرين لما ما حدا بيسمعنا نحنا وصغار لما منجادل من دون توقف نصير نتجادل مع بعضنا وما منتوقف وبيدي أحكي وضلني أحكي لحتى أثبت أنه أنا معي حق وما بعطي فرصة للشخص التاني أنه يحكي وما بعطي فرصة أنه يكون معه حق عم نحاول نثبت أنه نحنا على حق والحق معنا وهيدا لأنه ما حدا بالماضي سمعنا ما حدا سمعنا نحنا وصغار بدنا حدا يسمعنا وخاف أنه إذا عطينا فرصة للحكي للشخص التاني هيدا هو الخاف في قلوبنا إذا خلينا يحكي ما نقدر نعبر عن اللي بدنا إياه وأكتر شي من خاف أنه رأينا ما ينسمع وأنه الآخر يجبرنا أنه نعمل الشي اللي هو بده إياه من دون ما يكون لأحسيسنا واحتياجاتنا ورأينا أي إيمي لهيك نحنا اليوم ما منسمع لأولادنا ما حدا سمعنا بالماضي نحنا اليوم ما منسمع لأولادنا ومنكرر نفس الأخطاء ولا فينا نسمع على بعضنا كأزواج ما فينا نسمع على بعضنا وبيصير فيه حواجز نفسية وعاطفية بيناتنا الحوار بينقطيع الكلمات ما بتعود تقدر تعمل جسر بيناتنا ومنوصل لوقت ومرات منقول يا ريت ابني بس بيقعد معنا لحظة يا ريت بيترك الفيديو جيم شوي وبيجي بيقعد معنا بيجي بيقعد معنا ما بيقعد معنا جيل فاشل بنصير نقول جيل فاشل وأو بنقول بهذا العمر صار عنده حياته الخاصة خليني أقول شغلي لما بيكون البيت في فرح وفي أمان وكل إنسان بيقدر يعبر عن احتياجاته بصدق وبأمان من دون شعور بالخاف الولد بيقدر يعيش عمره وبيقدر يتعلم الاستقلالية لكن ما بيسكر قلبه جواة البيت وقدام أهله وما بيصير فيه عزلة بيننا وبين ولادنا لما منتعلم نسمعهم لما منعيش ببيت صوتنا منه مسموع رح نعيش تعبانين وما منعرف نتواصل مع حدا وما عنا ثقة نعبر عن احتياجاتنا ومنخاف إنه الناس دايما يستخفوا فينا ومنخاف إنه يهملونا ومنخاف يقولوا عنا متطلبين وبهيد الحالة مننسى نفسنا ومنشعر إنه ما قلنا إيمي ما قلنا إيمي شو فيه بأعماء النفس هون فيه كذبة كبيرة فيه كذبة كبيرة صارت هي الجرح ياللي مرافقنا ومش قادر شي يغيرنا لا لأنه عم فكر لو قلي إيمي كان حدا سمعني لو وجودي مهم كان حدا بيحس فيه ومنصير متصرف كل شي على أساس إنه أنا ما إلي إيمي خليني ارجع عيد هيد الجملة الجرح هو الكذبة ياللي صدقناها عن نفسنا إنه ما إلي إيمي ربما أحساسنا كان صادق بالماضي إنه تعاملات أهلنا أو تعاملات الناس ياللي اعتنوا فينا حسستنا إنه ما إلي إيمي ربما هيدا كان جرح حقيقي لكن ما فينا نعيش ضحايا كل العمر ونحول كل الناس ياللي بحياتنا لضحايا ونخلق بقلبهم نفس الجروح لسية مولادنا بنخلق فيهم نفس الجروح ياللي جواتنا إنه رأيهم ما إلي إيمي احتياجاتهم ما إلي إيمي وكلامهم سخيف ومنهم مهم ونحن نعرف أكتر منهم شو بههم أو شو لازمهم شو لازم ينعمل خليني أقول إنه ما في وقت منهم مناسب حتى نتغير وما فينا نقول تأخرنا كتير حتى نشفى أو حتى نساعد ولادنا حتى يصدقوا إنه نحن تغيرنا وفيهم هني كمان يتغيروا الوقت دايما مناسب حتى نعمل التغيير للخير مرات نفكر إنه المشكل كله بولادنا مثل ما كان المشكل من زمان بأهلنا المشكل كان بأهلنا واليوم المشكل بولادنا لكن وين خليني أسأل وين موقعنا نحن كيف شفينا من الماضي وكيف عم نتعامل مع ولادنا بطريقة غير كيف عم نعلمهم ما يخافوا يقولوا يلي بقلبهم ما يخافوا يكونوا صادقين وما يخافوا إنه ما رح نحبهم إذا ما قدروا يقولوا كل شي أو يعملوا كل شي مثل ما نحن بدنا تغيير كتير صعب بدنا كلنا كلنا عنا احتياج إنه نسمع ننسمع وننفهم كلنا عنا هيدا الاحتياج لكن خليني أقول إنه تغيير مش مستحيل كل شي مستحيل عند الإنسان مستطاع عند الله إذا كان عندنا إيمان حتى نتغير حتى نشفى محتاجين نعمل شغلتين أول شي نسمع الله كلنا بدنا الله يسمعنا يسمع احتياجاتنا يسمع أفكارنا يشفي عذاباتنا يغير حالتنا يساعدنا حتى الناس يسمعونا لكن الله بالبداية بدوا إياهنا نحن نسمعه نسمعه بأهم حقيقة عن حياتنا نسمعه ونصدقه حقيقة عن حياتنا وعن إيمتنا مثل ما هي بفكر الله بعلم الله بكلمة الله حتى نشفى من الأفكار يلي صدقناها عن حالنا الأفكار يلي خلتنا كل العمر مجروحين كلمة الله لألك اليوم ولألك أميلوا آذانكم وهلموا إلي سمعوا فتحيا أنفسكم وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة شو هي أول مراحم الله بحياتي محبة أبدية أحببتك أحببتك فأدمت لك وأدمت لك الرحمة رب يسوع عم بيقلك اليوم عم بيقلك اليوم كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا اثبتوا في محبتي عنا خيار إما نضال بالماضي خايفين نحكي خايفين نعبر عن كل أحسيسنا خايفين لأنه ما نفكر أنه فينا نقص أو أنه ما قلنا إيمي أو عنا خيار نصدق أنه نحن محبوبين ونثبت بحب الله وحب المسيح ونقل له يا رب غسل قلوبنا من جروح الماضي جددنا بالحب والثقة أعطيني القدرة يا رب اليوم أنه ما خاف عبر عن قلبي بكل صدق وبكل تواضع وقل له يا رب غسلني من حساسيات الماضي لما بصدق محبة الله ومحبة الله بتغسل قلبي كل شعوري بالمرارة بالغضب بالحرمان بيروح لأنه الله عم بيشبع احتياجات الماضي وأنا من اليوم أني مسموع وفي أحكي خليني أقول عن تاني شغلة حتى حدا يسمعنا تاني شغلة للشفاء حتى حدا يسمعنا لازم نتعلم نسمع السمع هو أنه نسمع قلب الشخص التاني نسمع خوف الشخص التاني نسمع تعبهم نسمع احتياجاتهم مش بس نفتش عن المنطق مرات بقول ما في منطق بكلامك مش كل مرة المنطق هو الأساس الأساس أنه اسمع قلب التاني شو في بقلبه شو خوفه شو احتياجاته مرات كتير نستخدم نحن منطق ما له علاقة بالمنطق لكن جاي من فهمنا نحن للأمور من خليني يقول من انحيازنا خليني يقول جاي من جروحنا نحن فإذا المنطق تبعنا مش هو المنطق الحقيقي ومش كل مرة المنطق هو الأهم لكن الاحتياجات الحقيقية لقلب الإنسان هي المهمة لازم نقبل أنه مش كلنا مثل بعضنا وما فينا نكون كلنا مثل بعض وما فينا نحكم على الأشخاص يلي منن مثلنا أنه أقل منا ما بيستحقق أنه نحن نسمعون حتى نقدر نرتبط بالآخرين بعلاقة عميئة بأزواجنا بولادنا لازم نسمع الشعي بالوحي الإلهي بيقول أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلمة يوقظ كل صباح لي أذنا لأسمع كالمتعلمين يلي بيقدروا يتواصلوا مع الناس بشكل جيد هن الناس يلي بيسمعوا بشكل جيد إذا بدنا نعلم أولادنا إذا بدنا نريحهم من التعب اليوم ومن الدمار والفشل البكرة إذا بدنا نساعدهم حتى يلاقوا طريقهم بالحياة إذا بدنا كلامنا يكون مسموع ومقبول لازم يكون عنا دينة أول شيء قادرة أنه تتعلم الحقيقة من الله قبل ما نحنا نعطي الحقيقة لحده لازم نحنا قبل ما نعلم حدا الحقيقة لازم نحنا نكون نعرفه وعنا إيمان فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر